السلام عليكم زيادة حتى مائة ألف جنيه بطرازات رينو بمصر واستقرار سعر أرخص سيارة أوروبية ارتفعت أسعار طرازات رينو الجديدة المتوفرة بالسوق المصري خلال شهر أغسطس الجار وذلك بقيمة تتراوح بين 75 إلى 100 ألف جنيه فيما استقرت أسعار رينو تالينت أرخص سيارة أوروبية متاحة بالسوق المصري ونستعرض من خلال التقرير التالي الأسعار الجديدة لجميع طرازات رينو بالسوق المصري خلال الشهر الجار استقرت أسعار رينو تالينت مودي لـ 2024 الجديدة وهي تقدم بسعر رسمي يبدأ من 799 ألف جنيها للفئة الأول ايفوليوش والفئة الثانية تكن سعرها 899 ألف جنيه ارتفعت أسعار رينو دستر الجديدة بقيمة 90 ألف جنيه وأصبح سعرها يبدأ من 1.190 ألف جنيها للفئة الأول و1.240 ألف جنيها للفئة و1.290 ألف جنيها للفئة الأعلى تجهيزاً ارتفع سعر رينو أستر الجديدة بقيمة تتراوح بين 75 إلى 95 ألف جنيه وأصبحت تقدم بسعر يبدأ رسمي يبدأ من 1.535 ألف جنيها للفئة الأول و1.735 ألف جنيها للفئة الثانية و1.845 ألف جنيها للفئة الثالثة و1.955 ألف جنيها للفئة الرابعة و1.975 ألف جنيها للفئة الأعلى تجهيزاً ارتفعت أسعار رينو ميجاني الجديدة بقيمة 100 ألف جنيه وأصبحت تقدم بسعر جديد يبدأ من 1.199 ألف جنيها للفئة الأولى والفئة الثانية ديناميك بسعر 1.400 ألف جنيه والفئة الثالثة سجنتشر 1.500 ألف جنيه والفئة الرابعة ديناميك تيربو بسعر 1.510 ألف جنيه والفئة الخامسة وينتينس تيربو 1.520 ألف جنيه والفئة السادسة سجنتشر تيربو بسعر 1.580 ألف جنيه والفئة السابعة سعرها 1.600 ألف جنيه والثامنة سعرها 1.610.000 جنيه والأخيرة سعرها 1.750.000 جنيه تقدم الفئة الوحيدة ايفلوشن المتوفرة من رينو اكسبريس بسعر رسمي 970.000 جنيه رينو ماستر وتظهر السيارة الفان ماستر لأول مرة بالقائمة بفئة واحدة ايفلوشن سعرها الرسمي 1.750.000 جنيه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد